اشتركوا في القناة يكون الدرس طبعا يقرأ على السبورة بالبداية نقرأ الدرس على السبورة نعم نوال ونور وريم بنات نوال ونور وريم بنات قالت نوال قالت نوال نور نامت يا ريم أنت ما نمتي يا ريم أنت ما نمتي يا ريم أنت قرأتي أنا وأنت قرأنا في بيتنا تمر وزيتون في بيتنا تمر وزيتون نلاحظ هذه الصورة اللي أمامكم هذه الصورة اللي أمامكم بيها مجموعة من شنو يا أطفالي الأعزاء توجد فيها مجموعة من ماذا؟ من طيور من أولاد من ماذا؟ من ماذا؟ من بنات توجد فيها مجموعة من بنات هذه الصورة اللي أمامنا توجد فيها مجموعة من البنات البنات تربطهم هذه البنات علاقة الصداقة وزمالة وجيرة جوز طيبة وبيناتهم علاقات اجتماعية وبين أهلهم بين أهلهم فنلاحظ أنه هذه البنات يعني يذهبون إلى مدرسة سوية ومثلا يقومون بزيارات واحدة في بيت الأخرى فنلاحظ أنه هذه البنات أساميهم نوال ونور وريم نلاحظ هذه اللعابات أيضا اللي يجب تلكم إياها أيضا لمجموعة من البنات هذه اللعابات الحلوة اللي جبت لكم إياها ثلاث لعبات ثلاث لعبات ثلاث لعبات لبنات تمثل بنات أساميهم نوال ونور وريم أساميهم نوال ونور وريم نكتب الآن نكتب الآن أساميهم على السبورة عزائي التلاميذ نوال ونور وريم نعم الآن نكتب نبدي مقطع ن ن ن حرف النون وعلي فتح ن ويا ينقري مقطع و تصبح الكلمة نوال 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 ويا حرف اللام حرف اللام الآخرية هذا تصبح كلمة نوال عندنا نقرأها سوى نوال 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 اقروا أيضا أنتوا بالبيت ويايا هذه الكلمة هذه الكلمة جديدة علينا نوال و نور و نور و نور نور قديمة هذه الكلمة خذناها بالدروس السابقة الماضية نور نور مقطع نو حرف الر نور نوال ونور نوال ونور اقرأوا معي عزائي التلاميذ حباء الأطفال نوال ونور وريم 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 ريم أيضا كلمة قديمة أيضا قبل ما أخذيها في الدروس السابقة ريم مقطع ري و ري حرف الميم الآخرية وريم نوال ونور وريم نوال ونور وريم بنات 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 نجي نكتب نأتي الآن نكتب كلمة بنات يلا نتهجة كلمة بنات ب وياها مقطع نا معها نقطع نا مقطع نا بنا 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 ومعها حرف التاء الآخرية باللون الأحمر المغاير لأن حرف جديد بنات بنات تصبح بنات حرف التاء أعزائي التلاميذ يشبه حرف الباء أخذناه في دروس قادمة بدرس باب وبابا حرف التاء يشبه حرف الباء بس نقطة بس نقطة بالأسفل حرف الباء حرف الباء نقطة بالأسفل بكلمة باب كلمة باب أو بابا وأيضاً وأيضاً كلمة بابا بابا أيضاً بابا أولية لكن حرف التاء نقطتين للأعلى حرف الياء أيضاً يحرف بعد يشبه حرف التاء حرف الياء عندنا حرف الياء نقطتين الأولية نقطتين تحت الحرف حرف الياء والآخرية ينكتب بهذا الشكل حرف الياء الآخرية حرف الياء الأولية يشبه حرف التاء التاء الأولية سنأخذه لاحقاً إن شاء الله عند تكملة كلمات الدرس كلمات كثيرة أخرى نعم ذكرنا هاي صار ثلاث حروف من حروف لغتنا العربية الجميلة اللي هي حرف التاء والباء والياء نعيد قراءة كلمات الدرس نوال ونور وريم بنات نأتي على سبورتنا الصغيرة سبورتنا الصغيرة اللي دائماً نكتب عليها الكلمات الجديدة عندنا الكلمة الجديدة لهذا اليوم هي كلمة بنات كلمة بنات نكتب كلمة بنات يلا معي تكتبون على سبورتكم الصغيرة كلمة بنات ب مقطع ب مقطعنا معها بنا وتاء تاء بنات 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 تاء آخرية جاعت في آخر الكلمة جاعت في آخر الكلمة ف تنكتب بهذا الشكل نبدي من هنا وننتهي إلى هنا ونقطين فوق الحرف تاء نعم الآن نقرأ كارتات الدرس نقرأ كارتات الدرس نعم نوال هذه كلمة نوال اقرأوها عزائي التلاميذ اقرأوها كلمة نوال نتهجة كلمة نوال سهلة سهلة كلمة نوال نوال نضعها في لوحة الجيوب نعم ونور نور اخذنا قبل كلمة نور نعم نور نقرأ كلمة نور 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 اخذنا هاي الكلمة القديمة الدرس القديم كتبت لكم كلمة جديدة ما اليوم الدرس الجديد نور نور ايضا ما اخذيها قبل اسألكم اذا نضع الهياء اخرية ماذا تصبح هذه الكلمة اذا وضعنا الهياء اخرية مثل البطة نعم تصبح نوري عفية اذا هي نور نضعها في لوحة الجيوب نوال ونور وريم ريم 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 نقرأ هذه الكلمة ريم مقطع ري وحرف الميم ريم ريم ايضا نضعها في لوحة الجيوب جيوب نوال ونور وريم الكلمة الجديدة لهذا اليوم هي يلا نقرأ سواء يعني ما رح اقرأ يلا تهجو تهجو الكلمة مقطع ب ب ما معهنا ماذا تصبح بنا وحرف التاء الاخرية بنات نعم عفية احسنتم ماذا تعني كلمة بنات نعم تعني فتيات تعني انات انات وليس ذكور تعني انات وليس ذكور نعم كلمة بنات تعني انات وليس ذكور اذا هذه مجموعة بنات حلوات نوال ونور وريم بنات تربطهم علاقات عائلية وعلاقات زمالة بالمدرسة وجالسين تحت الشجرة يتنزهون تحت الشجرة في البستان نضع هذه الكلمة في لوحة الجيوب في لوحة الجيوب بنات بنات نكمل باقي كلمات الدرس هذه الكلمة هذه الكلمة يلا هذه اخذناها في دروس سابقة اخذناها بهذا الشكل اذا تذكرون اعزائي التلاميذ اخذنا هذه الكلمة هذه الكلمة قال مقطع ق و لي مقطع ل اللام وياها الفتحة تنقري دفعة واحدة والقاف مع الالف تنقري ايضا دفعة واحدة مقطع ق ولي قال شي الصير مقطع ق وياها مقطع ل معها مقطع ل قال اذا اضع لها هذه تصبح اولية او وسطية تصبح مفتوحة ووضعت لها حرف التاء هذه الكلمة قال بالبداية للذكر نستعملها قال للذكر للولد او البنين قال هنا تستعمل قالت للبنات بها تاء البنات هذه التاء اللي موجودة نفسها بالبنات للأنات تستعمل قالت قالت اسموها هذه تاء التأنيث تاء التأنيث ان شاء الله تأخذوها بالقواعد في ان شاء الله بالصفوف القادمة قالت قالت نكتبها على السبورة يلا سوى على مود نتهجه الكلمة سوى يعني نعم قالت مقطع ق عفية وياها ل قال قال ومعها تاء طويلة درسنا لهذا اليوم قالت 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 منو قالت نوال نكتب نفس الكلمة اول كلمة اللي كتبناها مقطع نو نوال اولام نوال قالت نوال وهذي نقاط القول نقاط القول نقاط القول نور نامت نور هذه اللعبة الصغيرة اسمها نور هذه اللعبة اللعبة الصغيرة هذه هذه اللي نائمة و اعينها مغلوقة لأن نائمة نور نامت نور نامت قالت نوال ماذا قالت نوال نور نامت نور نائمة لاحظها أنه هي نائمة عيونها مغلقة واللي نام يكون عيونها مغلقة نور نامت نعم نكتب نكتب كلمة نور نكتب كلمة نور نور أخذنا هذه الكلمة في دروس سابقة نور نور نامت نام اقطع نا ومقطع ما نام نام وتاء تاء آخرية تصبح نامت تاء آخرية نامت طويلة تصبح نامت نور نامت نور نامت نقرأ هذه الكلمة مرة تلخ نعم هذه الكلمة يلا نقرأها سوا يلا عيني نقرأ هذه الكلمة سوية هذه نامة للذكر نامة إذا هذا الحرف الميم الأخير يعني يصبح وسطي مؤاخري ويضاف لتاء آخرية تصبح هذه الكلمة تصبح هذه الكلمة للأنثى تصبح نامت لاحظوا هذه الميم أصبحت وسطية حتى يتصل بها حرف التاء الآخرية فأصبحت نامت نامت نعم نامت تستعمل للأنثى أو للبنات ونامة للذكر أو للبنين للولد يعني نامة للولد نامت للأنثى للبنت نامت نامت نور نامت يلا نكتب نامت نكتب نامت على الصبورة الصغيرة مالتكم نعم يلا ويايا يلا عيني حتى نكتب سوا على صبورتنا الصغيرة كلمة نامت 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 مقطع نا نا ما وتاء طويلة تاء طويلة آخرية نامت نامت نعم كل الزين أحسنتم أحسنتم لا يجب أنه الأهالي يركزون على مهارات القراءة والكتابة لدى أولادهم طبعا حتى يتقوون ويكون عندهم يعني ممارسة بالكتابة دائما يطلبون من عندهم كتابة دائما يطلبون من عندهم كتابة الدرس مرة ومرتين وثلاثة وكتابة الكلمات الجديدة عزاء المشاهدين لكي نستطيع أنه يعني نجدد عندهم أو نمارس عندهم مهارات القراءة والكتابة ونقوي عندهم القدرات القراءة والكتابية بشكل عام وبشكل مستمر نعم نور نامت نور نامت نور نامت هذه كلمة نامت نضعها في لوحة الجيوب نضعها في لوحة الجيوب نور نامت نكمل ياريم نكتب الآن ياريم 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 وريم كلمة ما أخذيها قبل تم دراستها قبل ياريم ياريم نعم ياري نداء ياريم ياريم أنت ياريم أنت أنت نعم كسرة جوة تا تصبح أنت أنت إذا أقول للولد أنت للولد أو للذكر أكتب أنت أنت لاحظ الفتحة شون تغير معنى الكلمة أو الجملة للولد أستعمل أنت مثلا نادر 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 أستعمل يا نادر يا نادر يا نادر أنت لكن ياريم أنت لأن بنت أو فتاة أستعمل لها أنت أنت ما نمتي ما مقطع ما هذه كلمة ماما مقطع ما نمتي 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 نعم ياريم أنت ما نمتي ياريم أنت ما نمتي نعم يلا نلاحظ هاي الكلمة يلا أنتوا تقرؤها سوية يلا نقرأها سوية نتهجاها يلا أه وحرف النون أن ومقطع ت ماذا تصبح أنت أنت نستعملها للذكر وللإناث هذه الكلمة عزائي للإناث نعم عفية عفية أحسنتم أنت نضعها في لوحة الجيوب أنت نتهجل كلمة اللي أخذناها قبل شوية نعم أ وأن أن ومقطع تاويها أنت هذه أنت نستعملها للذكر له وللإناث للذكر له وللإناث نستعملها أنت أنت للذكر نعم أحسنتم أنت للذكر نضعها أيضا في لوحة الجيوب أصبحت أنت للإناث وأنت للذكر الفرق بين الأثنين الكسرة للإناث نستعملها والفتحة للذكر نعم اللي بيها فتحة للذكر نعم الآن كمل باقي كلمات الدرس يا ريم أنت ما نعم نعم كمل هذه الكلمة يالله نتهجهاها سوية نتهجها حتى نضعها بلوحة الجيوب سوية ما نم تي ما ومقطع ني ني وم نم وتي ما نم تي هذه الكلمة هذه الكلمة أخذناها قبل سابقا أخذنا هذه الكلمة سابقا ما نام ما مقطع ما وياها مقطع ن صارت ما نام أصبحت ما نام ما نام وما ما نام أستعملها للذكر هنا استعملت للأنثة لأنبيهتها التأنيث ما نم تي ما نم تي ما نم تي فتحنا هذه الميم فتحنا هذه الميم ورفعنا الألف فأصبحت ما نم تي أصبحت ما نم تي يا ريم أنت ما نم تي نضعها في لوحة الجيوب نكمل باقي كلمات الدرس إذا ريم ما نامت ماذا كانت تفعل ريم ما نامت ماذا كانت تفعل ريم كانت تقرأ نعم أحسنتم يا ريم أنت ما نم تي ماذا كانت تفعل ريم يا ريم أنت قرأت يا ريم أنت قرأتي نكتب نكتب يا يا أني دا مثل مجنة يا ريم وريم كلمة أخذناها السابقان يا ريم أنت حرفنا لهذا اليوم أنت أنت قرأتي 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 مقطع ق ومقطع ر قرأ وآهم زمل اللي استخدمناها في أمه أيمن وأمه يقبال تذكرون قرأتي وياها مقطع ت أصبحت الجملة يا ريم أنت قرأتي يا ريم أنت قرأتي نعم أنا وأنت قرأنا أنا أنا أيضا أمين بناهم استعملنا هذه الهم زيب أمين بنا إذا تذكرون أنا أنا وأنت أ وياها نون أن وياها ت أنت أنا وأنت قرأنا قرأنا قرأ قرأ نرفع هذه التاء إذا رفعنا هذه التاء بكلمة قرأتي نرفعها نرفعها أصبحت قرأة نفس هذه لكن هذه بيهتاء التأنيث قرأتي اللي نستعملها للأنثة هنا نا تستعمل للإثنين أو للجماعة قرأنا هذا الضمير يسمونا أيضا إن شاء الله تأخذوه في السنين قادمة إن شاء الله بالقواعد اللغة العربية أنا وأنت قرأنا قرأنا هي نفس الكلمة هذه قرأة وهذه أيضا قرأة لكن هنا نستعملها لما نستعمل للبنات للفتيات قرأتي وهنانا قرأنا نستعمل قرأنا إنها للجماعة الأكثر من إثنين أو الإثنين قرأنا أنا وأنت قرأنا ماذا قرأنا نلاحظ هناك أكو نقاط القول سنرى ماذا قرأوا ماذا قرأوا أنا وأنت قرأنا في بيتنا في في هذا الفي حرف جر في في بيتنا بي هذا مقطع بي تي مقطع تي نكتب التاء باللون الأحمر حرفنا الجديد في بيتنا في بيتنا بيتي نا في بيتنا والنا أيضا للجماعة تستعمل في بيتنا ماذا في بيتنا في بيتنا الآن أطلب مكم تلاحظون ما هذا الشيء اللي في بيتنا ما هذا الشيء اللي في بيتنا ماذا يوجد في بيتنا ماذا يوجد في بيتنا نلاحظ ماذا يوجد في بيتنا صور التمر ماذا يوجد في بيتنا 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 نعم ماذا يوجد في بيتنا ماذا يوجد في بيتنا نعم في بيتنا يوجد تمرن نعم في بيتنا يوجد تمرن نكتب تمرن في بيتنا تمرن مقطع ت وميم مقطع ميم تم رن تم رن وماذا يوجد ماذا يوجد أيضا ما هذا البصورة موجود ما هذا البصورة يلا قولوا عزائي التلاميذ ماذا في هذه الصورة ماذا في هذه الصورة ماذا يوجد في هذه الصورة زيتون نعم زيتون يوجد زيتون في بيتنا تم رن وزيتون وزيتون مقطع ت ونوان آخرية في بيتنا تم رن وزيتون في بيتنا تم رن وزيتون نعم 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 نكمل طبعا هنا هذه الكلمة يلا نتهجها سوى هذه الكلمة على مود نضعها في لوحة الجيوب نعم تمرن يلا تا مقطع تا ميم رن تمرن نعم هذه الكلمة تمرن نضعها في لوحة الجيوب تمرن والتمر طبعا إلى فوائد عظيمة جدا وهي شجرة النخلة من أشجار هذه الشجرة اللي يطلع بها التمر باعوا أصدقائي عزيزي التلاميذ هذه الشجرة اللي يطلع بها التمر هذه الشجرة اللي يطلع بها التمر والتمر نأكله ونصنع منه الدبس مرات وأيضا التمر يعني مفيد جدا وبي كاربوهيدرات وفيتامينات ويستعمل أيضا جذع ماله في سقوف يستعمل في سقوف البيوت الجذع ماله والسعف يستعمل في صناعة الصناديق والحصران ويستعمل في صناعة المكانيس أيضا وفي صناعة السلال وجوز السعف ماله العود نستعملهم في صناعة الأقفاص والكراسي عزيزي التلاميذ فالنخلة هي أم الأشجار النخلة هي أم الأشجار وأحلى الأشجار هي طويلة وفارعة وتوجد في البساتين بساتين عراقنا العظيم وشجرة حلوة وجميلة ويجب أن نعتني بها ونحافظ عليها النخلة هي أم الأشجار والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أكرموا عماتكم النخيل أكرموا عمتكم النخلة أكرموا عمتكم النخلة يعني هي شجرة مفيدة ومباركة نجي على الزيتون أيضا الزيتون كلمة الزيتون يلا نتهجزي زيتون كلمة زيتون أيضا من المحاصيل أيضا الزراعية التي ذكرت بالقرآن الكريم بالسورة التي أنتم حفظتها بالصف الأول الابتدائي والثين والزيتون وطور سنين أو بالثاني ابتدائي وهي مذكورة بالقرآن وأيضا الزيتون إلا فوائد جمة وعظيمة ويعني ننصح الأهالي أنه يعني يغذون أطفالهم من هذه النبتة المفيدة نضعها في لوحة الجيوب نعم حرف التاء الآن نكتب حرف التاء عزيزي التلاميذ أهم شيء حرف التاء نكتبه بطريقة نعم هالشكلين نكتب حرف التاء مننا نبديه مننا وننتهي هذا الآخرية والأولية هالشكل وأكو كلمات طبعا كلمات بحرف التاء هنا أنا حضرت لكم إياها بها تاء تفاح مثلا هنانا التاء الأولية في كلمة تفاح وهنا نلاحظ تاج تاج أولية أيضا كتاب وسطية وسطية هنا مثلجات هنا أيضا مثلجات مثلجات تاء آخرية بها هاي الكلمة تفاح مثلا هنانا أيضا حضرت لكم هاي الله انتقروها على مود حتى تتعلمون هاي الدفاتر أيضا والمجلات الموجودة تعلم الأطفال وتقوي مهاراتهم القرائية والكتابية تاء آخرية هنانا هذه اللي فوق وهنانا التمساح نعم تمساح تاء أولية له آخرية بكلمة التمساح أولية نعم عفيا حسنتم تمساح نعم هنا أيضا هذه الكلمة يلا مرة ثانية مرة ثانية يلا تقروها نعم تفاح نعم عزائي المشاهدين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى